النهاردة يا شباب بقى هنبدأ في شابتر جديد طبعا الحمدلله احنا عمليين نعدي شابيات البعوة بس هل انت حسس بحاجة؟ ده اهم حاجة اهم حاجة الزبون يبقى مقصود احنا اخدنا اه الشابتر بتكلم على الهاردوير بتاعة البيل بتاعة المايكرو بروسسور شرحنا التمانين ستة وتمانين والبنات والوظائف بتاعتها وبعد كده دخلنا في الجزئية التانية اللي هي البروجرامنج موديل اللي هي الرجل السيرات اللي كانت موجودة جوه الـ وبعد كده شرحنا الـ ازاي الماط العنوانة ازاي البروجر بيبدأ يتعامل مع الميموري او رجل السراءة وبعد كده الشابتر اللي بعديه تكلمنا على الميموري انترفيس ازاي يحصل انترفيسنج هاردوير ازاي البروجر يقدر يعمل مع الميموري مهاردة ان شاء الله هنتكلم في الشابتر التالي وده اللي احنا بنسميه الانستراكشن ستة الانستراكشن ستة ايه الانستراكشن ستة الانستراكشن ستة اللي هي مجموعة الاوامر اللي ستتك هتستخدمها في البرمجر او الاوامر اللي البروستسور بيفهمها عشان يقوم بعملية التنتيج طبعا زي ما ستتك عارف انك انت بتبرمج هاير ليفل وتظهر نوع اللغة اللي موجودة فاللغة دي في النهاية بتنزل عشان تتحول الى المشين كود فساعات من ضمن آليات التحويل تحاول حاجة اسمها الاسمبلي تحاول الى الاسمبلي كود اللي هو البروستسور يعرف ينفزه مباشرة بس آله التحويل بسيطة للمشين كود اللي موجود فمعظم الاوامر دايما اللي متعلقة بالهاردوير او لو انت عايز تبرمج هاردوير دايريكت فديه الاوامر المختصة بالاسمبلي فاحنا نبدأ النهار دا بقى نتكلم على الاوامر دي هنعد عليهم كده بسرعة ونشوف شغالين ازاي بحيس ان احنا هنستخدمهم بقى في بقية الشباتر واجي بقى في اخر المنهج كده اقول لك طب احنا عايزين نقطه ببرنامج اسمبلي يؤدي وظيفة معين عايزة نقل حاجة من مكان لما كان عايزة اضرب حاجة في حاجة زي شوات الاوامر اللي انت كنت بتاخدها بالهاير ليفل لانجوج اتعلم بقى ازاي تبرمجها باستخدام الاسمبلي لانجوج ازاي تنزل دي اللولغ انا عدت حوالي عشر سنين ابرمج اسمبلي ما فيش بقى السي ولا ولا الكود بلوك ولا الهجايس دي كلها انت بتبرمج اسمبلي تالي فانت هتبرمج اسمبلي فانت فاهم كل الهاردوير بالتفصيل كل بيت موجودة في الريجستر انت فاهم بتعمل ايه وتأثيرها بتعمل ايه تالي فده بيبقى اقصر اقاعا عن انك انت بتبرمج هاردوير انت مش شايف المخزن فين ولا دي راحة فين ولا دي جميل طيب خلينا نتكلم على اول فاة من فاة الانستركشن ودي اللي احنا بنساميها الموفينج انستركشنز ايه الموفينج انستركشنز هي الانستركشنز اللي بتستخدم في عملية نقل الدات واحنا خدنا منهم واحد مشهور خدنا الامر اللي احنا سميناه موف وده كان بيتكتب موف وعندي هنا ما يسمى بالدستنيشن وصورس والصورس الدستنيشن وصورس قلنا الامر اللي اسمه موف هو كله بيعمله بياخد نسخة هو مش بيعمل قط فبياخد كوبي بياخد نسخة فبياخد نسخة من السورس ده عشان يحطه في الدستنيشن فبعد تنفيذ الامر اللي اسمه موف ده فبيبقى كله من السورس والدستنيشن هما الاثنين بيبقوا نفسه كويس جدا هل فيه الميتشن على الامر اللي اسمه موف ده احنا خدنا كده شوية الميتشن افكرك بهم سريعا اول الميتشن موجودة اني لازم كله من الدستنيشن كله من الدستنيشن والسورس يكونوا سيم ايه سيم ويتس لازم يكون السورس والدستنيشن هما الاثنين قد بعض ماينفعش انقل الستاشر بيت في تمانية بيت حدا واحدة بس اللحظة بنستثني فيها دي ان يكون احدهما هو ميموري ميموري ليه ميموري لان انا ممكن لو انا هحط تمانية بيت بيت في 16 بيت عادي هيكمل الباقي بصفار او احطه على حسب الداتا اللي هتبقى موجودة ولكن انا بالنسبة لو الاثنين ريجسترات لازم يبقوا قد بعض لو الاثنين من ريجستر لميموري انا عنديش ازمة ممكن اخد اثنين ميموري لوكيشن او خلافه الحاجة التانية ان الدستنيشن دي كانت بي الميديا الداتا ماينفعش يبقى داتا يعني ماينفعش هاجه اقول له موف خمسين هيكسا ديسمال وستين مثلا او بلاش ستين خليها خمسين هيكسا ديسمال و سي ال فدي معناها حط المخزن او قيمة المخزن اللي اسمه سي ال في الداتا دي ده ماينفعش هي لازم دي تبقى احد الاماكن اللي ينفع يتخزن فيها داتا يا اما ريجستر او ميموري والسهل بالنسبة لي عشان ازبط الانستراكشن ده او معاحتة دي كده فدي معناها انقل الريجستر ده بس ساعتها بقى مش خطها في الخمسين هيكسا ديسمال هيحطها في الميموري في الميموري الادرس بتاعها خمسين هيكسا ديسمال طيب تمام الشرط الثالث في الموف بس ان الدستينيشن سوري السورس احنا شغلينا على الدستينيشن ننقل على السورس وبعد كده وعليكم السلام عليكم ان الدستينيشن كانت بي سيجمانت رجستر ماينفعش الدستينيشن ده يبقى سيجمانت رجستر اللي هو الـ DS او CS او ES او SS اللي بتخزن ايه يا شباب السيجمانت رجستر ليه؟ هم بيعتبروا ان ماينفعش انك تحط قيمة مباشرة كده في السيجمانت رجستر لانك لو حطيت قيمة مباشرة في السيجمانت رجستر فانت نقلت تنفيذ البروسسور انت نقلت نفسك من قطاع في الزاكرة لقطاع تاني موجود وبالتالي فهم بيشترطوا ان الامر بتاع الموف ده ان الدستينيشن دي ما تنفعش تبقى السيجمانت رجستر بس فيه اوامر تانية غير الموف هي اللي بتحط الداتا في السيجمانت رجستر فيه اوامر مخصصة لكده لكن الموف دي ما بتحطش فيه السيجمانت رجستر طيب تمام بناء على ذلك اعتقد بقى مثلتها كثير لو انا حبيت اقول مثلا حط فيه السبعين تمانين هكسا دسمال حط فيها سبعين عشرين هكسا دسمال دي معناها هروح حط الداتا دي في الميمور دي هيوصلها ازاي؟ القيمة دي هي عبارة عن لانهي قطاع الدات يبقى هيروح للدي اس رجستر يضربه في عشر ويجمعه على سبعين تمانين هكسا دسمال ويروح للمكان ده في الزاكرة لما يروح للمكان ده في الزاكرة هيعمل في ايه؟ هيحط السبعين عشرين هكسا دسمال هيحطها ازاي؟ هيحط الهير في الهير أو الهير على حسب الهيروح اللي انتهى هيقوم يروح هناك يحط طيب هل هينفع يحط سبتاشر بيت في تمانية بيت؟ اه هينفع ليه؟ هما الاثنين مش قد بعض ايه بس احدهما ميموري فالميموري مالها مسموح بقى ان انا احط الداتا بتاعتي فانا هاخد الداتا اللي انا محتاجه عشان نروح اهو طيب تماني عشان بس يحلوا ان لازم الاثنين دول يكونوا بالانسد فقال لك خلاص خلينا نحط امر تاني شبه الموه اسمه موه يعني لو جيت قلت له موه موه سي اكس وسي ال او دي ال لو قلت له موه سي اكس و دي ال فالطبيعي ان الامر ده غضب ليه؟ لانك انت ابتين المبيني اثنين ريجستر فالمفروض الاثنين ريجستر ما لهم يبقوا قد بعض عشان انا خليهم قد بعض يبقى انا هكبر ده شوية بدل ما هو تمانية بيتها خليهم ستاشر هتكبرها ازاي؟ ان انا بدل ما اقول له موه هقول له موه اس اكس اللي هي ايوة يعني هتعمل ايه؟ يعني الريجستر الريجستر اللي اسمه سي اكس ده هاخد الدي ال وحطه يبقى الدي ال هروح احطه هنا فهتحطه في الخانة ده بينما التمانية بيت الهاير بتوع السي اكس هتعمل في ايه؟ هعمل الساين اكستيند ليه اخر بيت موجودة في الدي ال يعني الدي ال ده لو كان واحد زيرو واحد 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 زيرو واحد احنا عارفين انه دايما اخر بيت على الشمال هي اللي بتحدد كومة ايه؟ الساين يعني البيت ده ايه؟ هي بتاعت الساين لو كانت بواحد فالرقم سالب ولو زيرو فالرقم واحد فهو يعمل ساين اكستيند بيمد ده بقى بكام؟ واحد 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 فلو كانت ديب واحد هيمدها بتامن واحد ولو كانت ديب صفرة هيمدها بتامن واحد اسمها ساين اكستيند هو عمل القصة دي كلها ليه؟ وبس عشان يكافئ ما بين الامرين ان ده ثمانية وده ستاشر هم ينفعوش تحطه ببعض وبالتالي انا لو كنت كتبت الامر ده باستخدام الموف العادية فهو خطأ كومبيلر هيطلع لك خطأ ولكن باستخدام الساين اكستيند فده عادي جدا ان انا هحط ده هنا بس هعمل اكستيند المين؟ اكستيند ليه؟ البيت بتاعت الساين فالناس جات قالت لك طب انا هعمل اكستيند بتاعت الساين قال لك طيب نعمل لك واحد تاني اسمه موف زيرو اكستيند موف زيرو اكستيند برضو لو قلت له سي اكس ودي ال على نفس المثال بتاعنا اللي فده فكل اللي هيعمله انه هو هيروح على السي اكس هيحط في الخانة الاولانية الدي ال رجستر بنفس القيمة بتاعته بس هيعمل اكستيند هنا بصفار بصفار يعني هيكمل هنا تمنت صفار بغض النظر هو اخر بيت دي كومتها بواحد دولو بصفار دي اسمها زيرو اكستيند بينما دي اسمها صاين اكستيند ماشا يا شباب يبقى انا عندي حتى الان تلات اوامر اسمهم موف هم بيستخدموا في نقل الداتر طيب تعالا بقى للامر التاني برضو اللي بيستخدم في نقل الداتر الامر التاني اللي بيستخدم في نقل الداتر اسمه ان 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 بيعمل ايه هو الامر اللي اسمه ان ده بيعمل ريدنج للداتر بيقرى الداتر بيقرى من مين؟ ريدنج من امبوت اوبوت ما هو برضو عملية الاراية من الامبوت اوبوت ما هي موفينج للداتر يبقى انا ممكن اعمل الموفينج للداتر بس الموفينج اللي انا بعمله ده ياما ما بين ريجسترات مع ميموري او ريجسترات مع بعضها او داتا ورجسترات لكن لو انا عايز انقل بقى من الامبوت اوبوت للبروسيسور احنا متفقين ان اي عملية بروسيسنج هتتم داخل البروسيسور وبالتالي فلو انت حابب تقرأ داتا من الاسكانر حابب تقرأ داتا من البرينتر حابب تقرأ داتا من اي وسيلة كم موجودة عندك سواء داخل او كده فالو انت تريد ان تقرأ من البروت او ابوت فتكتب البروت ادرس البروت اي ال اختياري اكباري البروت ادرس البروت ادرس انتقرأ منه ان اتفقنا ان كل شيء في البروسيسور عبارة عن عنوية. ادريسية. التالي فكارت الصوت له عنوان الشاشة له عنوان الطبع ليها عنوان عنوان عنوان. فاي كم موجودة او اي ادريس سيادتك عايز تقرأ منه سواء كان اموت او اوبوت. فالسيادتك هتروح تقول له ان ان للا ال وتحط هنا البورت ادريس. بس هم اشترطوا ان العنوان ده في حالة لو تمانية بيت. لو البورت اللي سيادتك بتتعامل معها دي تمانية بيت. العنوان بتاعها تمانية بيت. يعني على سبيل المثال لو انا قلت له ان للا ال و تمانية وتمانين هكسا ديسمال. تمانية وتمانين هكسا ديسمال. فدي معناها ان انا بقول له للبروسوسور. روح اقرأ الداتا. الداتا. اللي في الاموت اوبوت ده. او الكم دي او البرت دي. اقرأ الداتا بتاعتها وخزنها في مين? وخزنها في ال ال. طيب هو الادرس بتاع الحاجات دي ستاشر. هو معروف ان الادرس كم? عشرين. بس في بعض الهاردوير بحتاج ادرس بس كم? تمانية. بس بقية العشرين بيستخدم في ايه? في الانيبولز. مش احنا لما جينا للميموري قلنا الميموري عايزة خمستاشر بس بت. طب البقاء عملنا بايه? انابول. فهنا العنوان اللي هما التمانية بتتوقعك فانت بتعمل بقية الاطراف لما ناخد بقى الشابتر اللي اسمه الامبوت او بوت انترفيس. احنا خدنا الميموري انترفيس. لسه هناخد الشابتر اللي اسمه الامبوت او بوت انترفيس. ماشي. طيب ال ال ده ده اختياري زي ما قلت لقى اجباري. عشان كده لو انت فاكر واحنا بنشرح ال 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 ريجستر. قلت لك ان ال ال ده هو ريجستر دايما وصيط معك في كل العمليات اللي موجودة. حتى الاوامر بتبقى جاية باسمه. نال وتمانية وهو ده معنا. طيب افرد ان عنوان ال ال بورت دي مش تمانية بيت. لان فيه عنوان بورت داخل الكمبيوتر بتبقى 16 بيت. قال لو هي 16 بيت هتكتب نال و دي اكس ريجستر. حيث دي اكس ريجستر ده اللي هيعمل ستور ليه ال 16 بيت بتوع ال اد. واحنا واحنا بنشرح ال الارجسترات قلت لك ان ال دي اكس ريجستر ضمن الوظيف بتاعته ان هو بيستخدم في عملية ايه? في عملية تخزين ال امبوت او ابوت ادريسيز. ال دي اكس امبوت او ابوت ادريسيز. ظاهر عندي هنا اوه. ان ال بورت دي لو العنوان بتاعها 16 بيت. ففورمت الامر بتبقى N, A, L و دي اكس. خد تكون انت مستغرب يعني. هو ايه المشكلة ان هو يحط العنوان ده 16 على بعضه. ويوفر امر. هو ده الفورمات بتاع البورتس. هو الكمبيلر او الفرموير بتاعه او جزء الانكودينج. هو بيعتمد على الاوامر. تاني لو انت عايز تنقل كده كده من بره. خلاص يبقى D, N, A, L. طب انت عندك الداتا دي جاية من بورت. لو 8 بيت بحط العنوان مباشر لكن لو هي 16 بيت هحط العنوان في D, X. طب لما اجا اقول لك احنا عايزين ننقل الداتا من البورت 80 80 هكسا ديسمل للأل. عايزين نقل الداتا من البورت 80 80 هكسا ديسمل للأل. يبقى المفروض هروح اقول له N للأل والدي اكس. ايوة بس الدي اكس لازم يكون فيها. خلاص يبقى دي لازم يكون فيه امر قبله اسمه موف. حط في الدي اكس 80 80 هكسا ديسمل. يبقى حط 80 80 في الدي اكس. وبعد كده اقول له N للدي اكس وعلشان يبدأ يقرأ الداتا اللي موجود. ده امر اسمه N موفي. تعالى للأمر المخالف له او النطيد بتاعه. اللي هو بينقل للعكس بقى. هو بينقل من البروسيسور للإنبوت أوبوت. وده الامر اللي احنا بنسميه امر الاوت. اوت. وده الاوت ده. عشان يعمل عملية ترانسفير. ترانسفير للداتا من المايكرو بروسيسور للإنبوت أوبوت بورت. طبعا غالبا مش هتبقى إنبوت يا. يعني لما تيجي تنقل داتا من البروسيسور لبورت. غالبا البورت دي هتبقى أوبوت. ولما تيجي تكرق الداتا فغالبا هتبقى إنبوت. طمام كده? يعني على اساس انك انت بتكرق اين وقوت فانت مش هتخرج قوت لحاجة داخلية. الا ازا كانت بتتبرمج. يعني فيه وصائد كده بعض الايسيهات. عشان تبعت لك الداتا اصلا لازم انت تبعت لها الاول حاجة اسمها الكنترول وورد. معرفش تعملته مع الايسيس كده او لا او بعض السنسور. في بعض السنسور كده بتبقى كومبليكيتد. زي سنسور زي الانالوج مثلا. في بعض السنسور زي الانالوج لما بتقيس درجة الحرارة او الضغط مش بتديك اشارة متغيرة. ومال هي عبارة عن ايه? هي فيها بلت ان اي دي سي. هي بتديك الناتج بتاعة ديشتر عضوها. بس انا عشان ابعت اقول له انت هتشتغل كامبت. عشان ابعت اقول له ابعت الناتج بتاعة التحويل بتاعة الداتا. فانا محتاج ان انا اعمل ايه? ان انا ابعت له الاول عشان اصبطه عشان ابدأ اخد الداتا اللي موجودة. اتعاملتم مع الحاجات دي قبل كده ولا اتكلم براحت ايه? اتكلم براحت. فعشان اكتب الامر ده. فبيكتب اوت البرت ادرس. والايل هو هو نفس الامر اللي فات بس احنا عكسنا الاثنين. بس في الحالة دي بيشترط ان دي برضو لازم تبقى تمانية بتا. ده الامر اللي اسمه اوت اوت. يعني لو انا قلت له اوت اوت. اوت. تسعين هكسا ديسمال. فدي معناها خد الداتا اللي موجودة في ال ال رجستر. وروح خرجها من البورت اللي كميتها كام? او العنوان بتاعها كام? تسعين هكسا ديسمال. في فرق ان هنا كنت بعمل ريدينج للداتا. هنا بعمل عملية اخراج للداتا. وبرضو لو كان العنوان ستاشر بيت. فانا هروح اقول له اوت. اوت. لدي اكس رجستر والال. يبقى خد الداتا اللي موجودة في الال. ابعتها على الدي اكس رجستر. بحيث ان الدي اكس رجستر في الحالة دي مخزن ايه? عنوان الستاشر بتاع الادرس بتاع البورت. هل في مشكلة شباب حتى الان? طيب. دي كده الاوامر البسيطة اسمها موف دي. موف وشاك موف ساين اكستيند وزيرو اكستيند. والامر بتاع الان والامر. خلاص كده? الجروب اللي بعديه. سألها على الطاول. طبعا الاسئلة على الاوامر دي كتيرة قوي. يعني انا لو هسألك في الامتحان على الانستراكشنز دي بصراح ما بقاش ملاحق الاسئلة هتيجي ازاي? لان الاسئلة دي بتيجي كالقادة. ممكن اجيب لك شوية اوامر واقول لك دي صح ولا غلط. الاوامر دي مكتوبة صح ولا غلط. ممكن اجيب لك وقول لك اكتب لي الاوامر المقابلة. زي ما جيت هنا اقول اعملنا حطينا في الدي اكس 8080 وبعد كده اعملنا قوت فانا ممكن تبقى بالشكل ده. وممكن اجي اقول لك مجموعة من الانستراكشنز اللي موجودة دي. واقول لك الادريسينج مود واربط ما بينها وبين الجزء اللي فات هو نوع الادريسينج مود بتاعي. فاشكال التعامل مع الانستراكشنز كتيرة. يا اما اجيبها لك صح وغلط. الامر ده صح ولا غلط. او اعمل لك لامر. وقول لك الامر ده ايه? او اقول لك استخدم الاوامر دي في جزء من الكود او طلع لي الادريسينج مود بتاعتها وبالتالي في اختلافاتها كتير. الجروب التاني الجروب التاني اسمه الاريسماتيك انستراكشنز. ايه الاريسماتيك انستراكشنز يا شباب? هي مجموعة الاوامر اللي بتستخدم عشان يقوم بالعمليات الحسابية. حلو. ايه بقى مجموعة العمليات الحسابية اللي ممكن يقوم بيها? اول حاجة اللي هي الاد. الادشن. حلو. هيجمع مين على مين? هيجمع الديستنيشن والسورس. هيجمعهم ازاي? هيجمع الا زائد البي والنتج هيحطه في الديستنيشن. يعني اللي هيعمل ما بينهم العملية. هيحط الناتج فيه? هيحط الناتج على حسب الديستنيشن اللي موجود هنا. اللي هي الايه? بتساوي الايه زائد دي. حلو. ده جامع ارسماتي. يعني زيرو زائد زيرو بواحد زيرو مع انا مش عارض كام واحد زائد واحد على حسب الجامع اللي موجود بتاعي. اكيد لما تيجي تجمع تمانية بيت على تمانية بيت فالنتج هيطلع? او? التسعة دي فين? في الكامل. حلو. ما عندناش قزمة فيه. نفس القواعد المو. ما ينفعش تجمع خانتين اللي اذا كانوا لهم نفس الوقت. ما ينفعش تبقى دات. ما ينفعش يبقى في اوامر اللي يتعامل معها. طيب الامر الثاني اللي شبهه اسمه للايه والبي. وعليكم السراحة مو. ده كان اسمه ADD. ده اسمه ADC. ايه الاجوز كاري? هو بيجمع الايه زائد البي زائد الكاري. زائد الكاري. والنتج بيتحط في الايه? يعني مش بيجمع رقمين بس. ده بيجمع رقمين ومعهم كمان مين? الكاري. طب وانت محتاج الكاري ليه? وهنا ممكن اكون عايز اجمع اتنين وثلاثين بيت على اتنين وثلاثين بيت. يعني بفرض انك انت مثلا. ده الAX والBX. عايز تجمعهم على CX والBX. وهتحط الناتج هنا. هحطه في الAX وهنا هحطه في الBX. انا عارف ان الريجسترات كلها 16. بس قد تكون ال data اللي موجودة اللي ساتك عايز تعمل عليها بروسسنج هي اتنين وثلاثين. طب هتجمع دول ازاي? خلاص يبقى الطبيعي لو انا هجمع دي. انا هجمع الستاشر دي على الستاشر دي. يبقى اروح اقول له اجمع الAX والCX وحط الناتج في الAX. لما تيجي تجمع هجمع الBX على? ايوة بس المفروض لو انا باجمع ممكن صفر زائد او واحد زائد واحد تديني صفر ومعايا الواحد. يعني ممكن تكون في العملية دي في واحد موجود. فانت لو جمعت دي زائد دي بس. يبقى انت دون تكرر ان كان فيها عمليات جامعة قبلك. يعني لكنك بتجمع التورجيستر دول بس. بدون علاقات ما بين. طيب هما دول لهم علاقة بالجامعة اللي فاتت. خلاص يبقى دي ما تنفعش تبقى add. يبقى دي لازم هتبقى add with carry. اجمع الBX مع الDX وحط الناتج في الBX ده فايدة. لو انت هتجمع اكتر من 16 بيت. فانا هحتاج ان انا اجمع معاهم. الكلام ده صعب. الامر بقى اللي شباههم برضو في عملية الaddition. اسمه increment. increment. وبحط فيه يعني ايه? يعني زود. زود بمقدار كام? بمقدار واحد. طب يعني اقول له increment للA? اه. دي معناها ايه? دي معناها ان الايه بتساوي الايه زائد واحد. لها الايه بلاس بلاس يعني. طبعا ما ينفعش معاها ااا يعني هي مش بتاخد او بي. هي بتاخد مالها. ما انا بقول له زود. فهيزود على مين? على خانة واحدة. جبت لهم مرة في الامتحان قلت له زود الايه بعشر مرات. الكريمينت الايه بعشر مرات. فالزبال اللي زائد حالتكو طالما شافه كلمة increment فسؤال عرف يحلوا. راح كاتب increment كتبها كم مرة? عشر مرات. عايز تزود عشر مرات. اد ايه وعشر. ما اد ايه وعشر هيجمع العشر على الايه. تمام كده? لكن هو طالما شاف كلمة increment فراح ايه? راح كاتب increment. فابقى اخلي بالك من الحتة دي لان ساعات بيبقى اللبز خادق يعني. او ده يعني انت هتغط تكتو يعني هتزود ميت مرة هتغط تقول له increment ميت مرة يعني. طيب. الشك التاني من الاوامر اللي هي اوامر الطرح. عندي امر اسمه صب. صب ايه وبي. صب معناها عمل اطرح لاثنين من بعض. انت عارف ان احنا عندنا في الكمبيوتر مفيش حاجة اسمها? طرح. هي بتتحول الى? جمع. تمام كده? ولما باجي اجمع قدامك حاجة من اتنين. يا اما تجيب يا? او زائد واحد. يعني عشان تقول ال ايه ناقص البي خزنها في ال ايه? ما تنفعش. كمال هتحولها لايه? لجمع. هتتجمع ازاي? هروح اقول له ايه زائد البي يا اما يا اما روح اقول له ايه زائد البي زائد واحد. احنا ما عندناش طرح. هو ده هيطلع بالشكل ده. اه الكمبيوتر بيعمل ولا اتتوكم بالمنت. مزبوط. يعمل الوانكم بالمنت. هو الاسهل للكمبيوتر انه يعمل الوانكم بالمنت. انت بالمرة بقى اتتوسكم بالمنت كنت بيجيبه ازاي? نعم? ايوة? لا لا انت بتسيب اول اصفار واول واحد. بتطرحوا من اتنين والباية تقلبوا. بتسيب اول اصفار واول رقم تطرحوا من اتنين والباية ما له? بتقلبوا. طيب والوانكم بالمنت. بقى لي بكله صح كده? فلما اجي اقول له الكمبيوتر اما تيجي تطرح سيب اول اصفار والاولان يطرحوا من اتنين والباية تطرحوا ده هيعملها ازاي دي? لكن سهل بالنسبة للكمبيوتر انه هو يجيب الوانكم بالمنت. اعكس اللي موجود وبعا كده اجمع كم? فالكمبيوتر الاصل بيعمل بيجيب الوانزكم بالمنت. حلو. طيب تعرف منين انك طرحت صغير ناقص كبير? او كبير ناقص صغير? من الكاري مش من الصين. من الكاري. هو انا لو طرحت ايه? ايه? ناقص بي. الطبيعي انك لو طرحت ايه? ناقص بي. وايه كبيرة? وايه كبيرة? الكاري بواحد. الكاري بواحد. لكن لو طرحت الايه? ناقص بي. والبي هي كبيرة? فالكاري بكام? بصفر. هو فوقس على الكاري. وبعا كده يرجع ابص على الصين بقى. هي اصلا ان رقم ده كان صين ولا ان صين. عشان يدخل حسابات الاس في الموضوع. لكن هو الفوكس على الكاري. عشان يعرف هو كبير ناقص صغير ولا صغير ناقص كبير. هي حاجات قديمة بقى بس بفكرك بها لكن ده الاصل بتاع الموضوع. طيب. ده الامر بقى اللي شبهه اسمه سبتراكت. سبتراكت. ويسبورو. اللي هي الايه والبي. مش انت جماعة باستخدام الكاري? هترح باستخدام البورو. البورو اللي هو مين? الكاري. اللي هو الكاري. مصبور. يعني هتعمل ايه? يعني بدل ما اطرح الايه ناقص البي بس. هطرح الايه ناقص البي وكمال معاهم الكاري. ناقص الكاري. وحط الناتج في الايه. يعني دي هتبقى ايه ناقص البي زائد الكاري. تمام كده? يعني الستك بقى تيجي للبي زائد الكاري وتجيب لها الوانز وتقوم جامع عليهم واحد او تجيب لها التوز. ايه البورو ده? ما انا ممكن لما اطرح رقمين من بعض. وتيجي تستلف. تمام كده? يعني انت بتطرح المثال اللي احنا لسه قيلينه. انا عندي ده AX CX وده BX وده BX. الطبيعي انك انت لما تيجي تطرح هتطرح مين? هطرح ده ناقص ده. حلو? طيب. فجئنا واحنا بنتطرح ان الرقم ده كان zero. كان zero. وبالتالي الرقم ده كان واحد فزيرو ناقص واحد ماله. ما نفعش. فعملت ايه? رحت استلفت من الخانة اللي قبلها دي تمام? استلفت منها واحد اتفكت في الخانة اللي قبلها بكام? باتنين? اللي عليه طرح فيها اتنين وثلاثين بطر. رغم ان الريجسترات 16. فبستخدم الساب ويز بورو. ليه الساب تراكت ويز بورو. طيب. زي ما فيه هنا انكرمينت. فعندي هنا في مين بقى? ديكريمينت. ديكريمينت للايه? اللي هو هيطرح من الاي واحد. ويخزن الناتج في الاي. يبقى ده ديكريمينت هيقلل بمجدر واحد. هم الثلاثة اوامر اتمنهم طرح فاتحطوا تحت الصبتراكت. ودي اللي هي تحت مجموعة اللي موجودة. هل فيه مشكلة حتى الان? طيب. اكمل بقى بقية الامر. كل ده في الارثماتيك لان العمليات دي كلها بتحتمل الجامع والطر. امر اسمه كومبير كومبير. للايه والبي. ايه كومبير? هو كومبير يعني ايا شباب? ايوة يعني ايه بتقارن? بشوف ده اكبر ولا ده اصغر? طب عشان تشوف ده اكبر ولا اصغر? البروسيسور بيعملها ازاي? بيطرح الايه ناقص البي? ما هو انت عشان بتقارن انت عندك كام علاقة? ست. صح كده? اكبر اكبر من او يساوي اصغر اصغر من او يساوي يساوي ولا يساوي. صح كده? الياه الست. انتوا زي الفل. فالكومبير بيطرح. هو شبه دي بالزبط. بس الاختلاف ان الناتج دونت كير للناتج. الناتج ما بيتخزنش. يعني السابتراك تطرحهم وخزن في الايه? هنا تطرحهم وما خزنش الناتج. وما لناتج تحط فين? بس هو استغل ان الناتج ده اثر على الفلاج روجستر. اثر على السي والبي والاي والزد والاس والاو. ما اي عملية حسابية بتتم على طول الفلاج روجستر ما له? ما هو كان في واحدة اسمها الزيرو فلاج. كانت بتبقى بواحد لما كميت ال data كلها بكام بصفاة. وعندي مثلا الكاري. على حساب خانة زيادة ولا لا. وعندي اللي هو التضفق. وعندي وعندي وعندي. كل الكلام ده كله بيأثر نتيجة الكل اللي عمليها بتتم. فانت لما طرحت الايه ناقص البيه? هو مفيش ناتج. الناتج ما عملناش بحاجة. بس احنا استفدنا ان العملية دي اثرت في الفلاج ده. الناتج ما اهمنيش. لان انا مش عايز اعرف هو ده اكبر من ده بقيمة ال data. انا بس عايز اعرف هو ده اكبر ولا ده اكبر ولا متساويين. عشان كده انت محتاج بعد الكمباريتور او بعد الكمبيرنج. اوامر بقى تانية تشيك على مين? على الفلاجس. هو هنا انت مش محتاج الفلاجس. خد اكون محتاجها بس الاصل مش محتاجها. انت محتاج ايه? محتاج ان الناتج ده هيتخزن في قيمة معينة. انا محتاج. لكن هنا ده مش محتاج الناتج في حاجة. انا هنا بس عايز اعرف مين اكبر من مين. فعشان كده لما نيجي قدام شوية ناخد اوامر اسمها jump زي جوتو كده. الاوامر ده اصلا عشان تتنفذ بنرجع نشوف حالة الفلاجس. هو ده كان اكبر من ده ولا ده اقل ولا ده يساوي وبالتالي هو امر compare حاليا هو بيطرح ويأثر على الفلاجس. لكن انا حاليا مش عارف انا هكمل بعدين ازاي او ان انا هشيك على الفلاجس دي ازاي. تمام يا شباب? طيب. الامر بقى الاخير بتاعهم احنا كده طولنا عليكم في الطرح. ده احنا لسه في عملائتين كمان. اسمه النيجاتيف. النيجاتيف بالايه? النيجاتيف. بيعمل ايه النيجاتيف? بيجيب السالب. يعني الايه دي هتبقى هي سالب ايه? بيجيب للرقم السالب. وزي بيجيب الرقم السالب يعني هجيب له ايه? يا اما هجيب له ايه? يا اما هجيب له التوز كومبليمينت يا اما الوانز كومبليمينت زاد واحد. هيقوم عاكس طيب انت ساعت بتحتاج تعملها ليه? ساعت تكون طرحت كبير ناقص صغير. سوري صغير ناقص كبير. فالنتج اللي طالع مش مظبوط. فانت لازم تقلبه وتجيب له? يعني انت طرحت ثلاثة ناقص خمسة. فالنتج طالع مش مظبوط. فعشان تظبطه بتجيب له ايه? النيجاتيف بتاعه. فبجيب له النيجاتيف ليه? القيمة الداتة اللي ما هو. كلام ده فيه مشكلة? بس كفى عليك كده في الطرح والجامعة. تعال بقى ناخد الضرب لانهم اسوأ من الجامعة والطالع. فيه مشكلة يا شباب? هل انت حاسس ان فيه مشكلة? القصد يعني هل فيه صعوبة في فهم الاوامر دي? يعني بحكم انك انت دست في البرمجة كتير بس قد تكون يعني انت شايفها بداية بس هو البروسوسور ما بينفزش. لازم بيوصل اي كومبلكس انستركشن لسيمبل انستركشن عشان يعرف ينفزه بدوار الهاردوير اللي هو. هو بقى عنده هاف ادر او فول ادر او فول سبتراكتور وعنده الاند جيت والقور جيت والنود جيت يعني العمليات الكبيرة اللي انت عملها دي في الاخر هي لازم تصفصف على شوية الاوامر الصغيرة. تعال بقى ليه المالتيبلي كيشن المالتيبلي كيشن. ايه. اوامر الضرب. مال مال ايه وبي او مال ايه? مال ايه بيعمل ايه? هو الاوال ايه دي? لو تمانية بيت. اوامر ما فيش مال ايه وبي والنتج بيتخزن في الايه? لا هي بتاخد حاجة واحدة بس. ادرب الدياتة دي. ايوة انا والناتج بتاعهم لما تضرب تمانية بيت في تمانية بيت. الناتج بيبقى طلع كم بيت? ولا بلاش احراج? لما بتضرب تمانية بيت زائد تمانية بيت. الناتج بيطلع كم? 16? انا لو بجمعهم هيطلعوا تمانية او 9. لكن لو بضربهم هيطلع 16 علم. انت ضرب تمانية بيت داتة من دهاني او ميموري او رجيستر او او او. هتضرب في ال ال رجيستر. طب ال 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 رجيستر ده بيذكر في الامر? لا ما بيذكرش. هو ده الايكسيكوشن بتاع الايكسيكوشن. بيدرب ال ال في الداتة دي. طب لما اضرب تمانية في تمانية الناتج 16 بيتخزن في ال ال والله في الحالة دي؟ بيتخزن في ال ال اسمه ل Bilson last year هنا بيتحط ال اللور وهنا بيتحط ال hire. طب يعني انا انا عايز اضرب ال ال رجيستر ال اسمه ال ال او او مش ريجستر بقى. انا عند عملية حسابية! وليكن في. الميموري ال لوكيشن هين عيه. الميموري ال لوكيشن عنوانها سبعين تسعين هيكسل اسم عايز اخد القيمة اللي فيها واضربها في سبعين او في عشرين وارجع حطها تاني عايز اضربها في عشرين وارجع حطها تاني هل هو انت اصلا عشان تضرب اي حاجة هو لازم مواسيط منهم هو لازم الائل طيب انت عايز تضرب مين القيمة اللي في الميموري دي خلاص يبقى الامر ده اسمه مال مال للسبعين تسعين هيكسل اسم خد الداة اللي في الميموري دي واضربها في مين في الائل ايوه بس انت عايز تضربها في كم ايوه يبقى لازم قبل دي كده حط في الائل لعشرين يبقى هو هيضرب هيحط العشرين في الائل جهزنا المكتوب القيمة وبقى كده مال بس سبعين في تسعين يبقى هو هيروح يضرب الائل اللي في العشرين في الداة اللي موجود يعني تمانية بنت في تمانية بنت الناتجا يطلع هتحطه فين تاني خلاص يبقى هروح اقول له موف هو هيتحط في الائكسل واحده انا هروح هقول له موف حط تاني في السبعين تسعين وحط في الائكس رجل هو الائل يتضرب هو بيضرب ويحط في الائكس ده الوحده والامر كده فاصبح الناتج في الائكس هتعمل فيه بقى روح حطه فين خلاص حط بعد تاني على المين تمام يا شباب طب افرض بقى ان الداتا دي مش تمانية بنت الداتا دي كانت 16 بنت الامر هيبقى شكله عامل ازاي هيبقى مال مال وداتا 16 بنت يعني ولكن 7080 اي داتا او رجستر او كلا هيدرب 16 بنت حلو هيدربهم ازاي يبقى هياخد الائكس رجستر ويضربهم في السبعين ثمانين هو مش مكتوب هنا الائكس بس دي هتتفهم ضمنيا من الانفراكشن زي ما هنا مش مكتوب الائل طيب الناتج 16 بنت في 16 بنت هيتطلع بكم هنحطهم فين قالك هيتحطوا في رجستر ايه الائكس هياخد الستاشر اللور والدي اكس هياخد الستاشر الهاية ده الواحده ده الواحده هياخد هنا الائكس وهياخد هنا مين الدي اكس ويوزع كيمة موجودة هنا فممكن بقى كده اجي اخدعك في سؤال في الامتحان اقول لك ايه بص يا ابني الائكس انت مش ناقص بس هنعمل ايه فيها مثلا تلاتين هيكسا دي سبا وجد قلت له مال مال سبعين عشرين هيكسا دي سبا هاتلي بعد تنفيذ الامر ده القيمة اللي موجودة اللي في الائكس رجستر والقيمة اللي موجودة في الدي اكس رجستر حاج معك بقى الالة الحزبة مثلا انا هقوم ضرب التلاتين في دي لو فرط انه ضربت التلاتين في فاطلع ناتج الضرب وليكن CF او Cs3450212345 مثلا مثلا حضرب دي في di فنتج الضرب هيطلع 6,5,4,9 دول اربعة واربعة تمانية واربعة اتناشر واربعة ستاشر. تلاتة خمسة اربعة واحد. سيب الواحد دي جميل. وانا لما هضرب ستاشر بيت في ستاشر بيت. هي صحيح الايه اكس فيها تلاتين بس البيب كامل. فلما هضرب ستاشر في ستاشر فمثلا الناتج طلع اتنين وتلاتين بيت. اتنين وتلاتين بيت يعني ارق تمن خنات هكسة دي سمي. هتحطوهم ازاي? هاخدوا الاربعة اللوور اللي هم تسعة اربعة خمسة ستة. ودي هتبقى تلاتة خمسة اربعة زيرو فكسة دي سمي كده? انا بقى عشان ما وجعش الماية كتيبة اجا اقول لك ايه? بص نتيجة لتنفيذ العملية دي. الايه هاير بكامل? يعني انا مش عايز بكمة كلها. انا عايز بس كمية مين? بس انت عشان تجيب الايه هاير هتعمل ايه? هروح اضربها كلها. اتالي الايه هاير هتبقى كمته بكامل? هيا دي بقى ايه القيمة اللي ما وجعش. فهمت دي بتطلع منين؟ طيب. زي ما فيه مال فيه امر تاني اسمه اي مال اي مال اي مال اي مال هي نفس عملية الضرب بس للسايند نمتل للسايند نمتل. مال دي الاركام لازم تكون موجب او مش موجب بدون اشارة. يعني ايه بدون اشارة؟ يعني هي فوريفر موجب يعني اخر بت دي لا تعبر عن السايند. دي ويت من ضمن الرقم. لكن السايند نمبر السايند نمبر اخر بت في الريجيستر او اخر بت في الداتا بتعبر عن السايند بتاعتي. فلو انت هتدرب رقم ارقام السايند في بعضها ففي الحالة دي بستخدم الاسمه اي مال هو نفس كل حاجة. بس ده للسايند وده للانسايند. مش انت لما تيجي تبرمج بأي لغة بتقوله في البداية انت هتستخدم سايند ولا انسايند مثلا. فبالظبط كده هل انت شغال سايند ولا شغال انسايند؟ طيب. بعد الملتبليكيشن تعال بقى للديفجن. امر الطرح. هو امر الطرح شبه الضرب. امر الاسم شبه الضرب. كل اللي احنا شغالين في الارثماتي. اوامر الديفجن. هم برضو امرين. ديف تمانية بت ابرم. زي المال اللي ما فيهاش او بي. هي اخنا واحدة فدي برضو ديف. تمانية بت ابرم يعني دي قيمة تمانية بت. قد تكون ميموري. قد تكون ريجستر. بس ريجستر ده تمانية بت. هيعمل ايه؟ هياخد الـ ويقسمه على التمانية بتس ابرم ايه؟ يعني دي المقام. يعني عايز تقسم 16 على 90. فهقول له مال لتسعين. دي المقام. يعني سكيمة اللي ساتك بتحطها دي. دي اللي موجودة في المقام. طيب لما اقسم الـ A X على التمانية. الطبيعي لما تيجي تقسم الرقمين. بيطلع ايه؟ مزبوط. بيطلع فيه ما علينا من الكارك. بيطلع فيه ناتج صحيح. وهو باقي الاسم. ما عندناش هنا كاسر. ما فيش هنا كاسر. هنا فيه ناتج صحيح. وفيه باقي الاسم الصحيح. الكاسر دي لما نيجي نرفعك في الـ فهيطلع to that remember وكوشن. ال-A-L وال-A-H هيتحط في ده الكوشن. وده هيتحط في الـ الرمندر. ايه الكوشن دي؟ الناتج الاسم الصحيح. وما الرمندر باقي الاسم الصحيح. فلما تيجي تقسم خمسة على اتنين فيها اتنين والباقي واحد. هو ما عندوش الكاسر دي. الكاسر ده عندنا. عشان تعمل كاسر بقى تخش في الفلوت ولو حاجة اسمها المنتسة والاكسبوننت قصة كبيرة كده. لكن احنا عندنا ده ناتج الاسم. طيب لو انا عايز اقسم بقى القيمة عايز اقسم رقمين سبعين مع عشرين عايز اقسم سبعين على عشرين. يبقى روح حط في الاي اكس السبعين وديف عشرين هيقسم السبعين على العشرين السبعين هيكسا ديسمال اللي هي سبعة في ستاشر سبعة في ستة باتنين واربعين اتنين ومعنا الاربعة سبعة في واحد بسبعة واربعة اتنين في ستاشر باتنين وثلاثين يعني لكنك بتقسم مية واثناشر على تنين وثلاثين تطلع كم يا شباب كده بالقلق لحسبك؟ اقسم هنا ايوة الكسر ده كام؟ يعني تلاتة ونص يعني هتطلع تلاتة والبقى ستاشر تلاتة والبقى ستاشر يبقى هيبقى تلاتة والإيه ايتش هيبقى ستاشر مقصر النص دي انا مش عايز نص انا عايز بقى الاسم الصحيح فبقى الاسم الصحيح تجيبه ازاي؟ هضرب تاني في مين؟ في اتنين وثلاثين هشيل الانتجار واضرب في اتنين وثلاثين انت تطلع للإلياس. طب ده لو كانت الـ data دي 8. طب لو كانت 16. لو كان div و 16 bits operon. ده دي لما كانت 8. كان الباست 16. طب لما دي تبقى 16. الـ 32 دول هيجيبهم منين؟ هيقسم الـ Dx register. والـ Ax register على 16 bits over. لما تيجي تقسم دول 32 على 16. فهيطلع الناتج صحيح وباقي الاسم. فهيتحق الـ quotient في الـ Ax. والـ remainder في الـ Dx. بس خلي بالك الـ Dx هنا هو الـ higher 16. higher 16. يعني لو انا قلتلك الـ Ax فيها 0 0 2 0. Hex register. والـ DX فيها 0 0 3 4 Hex register. و جيت قلتلك الـ div 70 80 Hex register. الـامر ده هيتعامل ازاي؟ يبقى كده؟ هتبقى 0 2 0 0. 4 3 0 0. على 7 0 8 0. فأصبح الـ weight بتاع دي 16 أس 0. دي 2 في 16 أس 1. 16 أس 2 3. 4 في 16 أس 4. 3 في 16 أس 5. على قيمة اللي موجود. ده لو انا بحاولها من Hex. فدي الـ weight بتاع دي بتبقى الـ higher 16 اللي موجود دي. ورح يا شباب اقسمهم بقى شوف هتطلعوا بكام؟ هات بقى الصحيح بتاعهم نحطه في الـ AX. والـ Reminder نحطه في الـ DX register. وبقى احنا كده خلصنا الأوامر بتاعه. هل في مشكلة كده؟ ناخد بقى آخر جروب النهاردة. عشان نبقى خلصنا الشابتر. موسيقى 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 الاوامر بقى الزريفة اللي هتبقى مرتبطة بفهمك اللي هي الاوامر المنطقية الاوامر الزريفة اللي هيتم قمت بتعمل اوامر اللي موجودة في البروستوار هي بتعمل اوامر اللي موجودة هو بيعمل . طيب . النور ونط . طيب الاكسور موجودة طيب الاكسور نط دي لو الانبوت زوجي لكن لو الانبوت فردي فالاكسور هي مصبوط فالاكسور هي الاكسور الاكسور بتدي وحيد امتى? اللي هي لو مختلفية او الاصل في الموضوع مش حتة مختلفية ان عدد الوحيد فردي طيب والاكسنور لصفار زوجة الاكسور الوحيد فردي والاكسنور لصفار زوجة فلما بيبقى الانبوت دخلين او اربعة او ستة دي عكس دي لكن لو الانبوت اود تلاتة او خمسة او سبعة فهي الاكسور هي الاكسنور لان عدد الاصفار الزوجي هنا هيقابل عدد الوحيد الفردي اللي موجوده طيب خلينا بقى نرجع طيب خلينا نتكلم على الامر الاولاني اللي اسمه اند ايه وبي اند ايه وبي بيعمل ايه اند هياخد الايه يعملها اند مع البي والنتج يحطه فين بس الاند دي اند ايه لوجيك لوجيك فعشان يعمل اند لوجيك فبيعمل على مستوى يعني زي ما انت بتستخدم في اي جمل يعني عندي مثلا واحد زيرو واحد زيرو واحد 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 اربعة واربعة تمانية اند فضرب عندي واحد زيرو واحد زيرو زيرو واحد واحد اند على مستوى البي ودي لساتك بتستخدمها في البرمجة عشان تعمل حاجة اسمها مسكينج مسكينج عارف المسكينج ده في اي برمجة يعني انت انت الريجستر ده في داتا انا معرفها بس عايز اشيل اللور دول مش عايزه يعني عندي مخزن اسمه السي ال في داتا معرفها فالاربعة دول انا عايزه بس الاربعة دول مش عايزه يبقى عايز تعمل حاجة اسمها مسكين ان انا بعمل تعميم يعني ايه بعمم جزء من داتا عشان ما يعديش طيب ازاي بقى اشيل الاربعة دول هعمل اند مع كام واحد 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 زيرو 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 فدول بغض النظر عن كاملتهم هينزلوا بصفار ودول هينزلوا زي ما هو لاند واحد مع اي حاجة تطلع زماني يبقى انت كده عملت ايه مسكينج ممكن تعمل بقى مسكينج لنص ريجستر لبت بعينها عايز تشيلها عشان تحسب دي اسمها المسكينج طيب الامر الثاني اللي اسمه الار او 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 بي ده او هو بيعمل الار مع الار بي والناطك بيتحط في الار ده الار ده الار دي بقى بتستخدم عشان تعمل ماذا يا ام اعمل عنق يا ام اعمل بيتس معين انت عندك ريجستر في شوية بيتس ما عرفش ما ايه بس انا عايز الربيجستر ده البيتس دي تبقى زي ما هي بس دول لازم يتحولوا بوحدة. هو الكود بتاعي مبنى عن ايه? ان فيه بعينها انا عايزهم بوحدة. عايز اعمل معينة. طب عشان تعمل معينة ودي غالبا الامر اللي انت بتستخدمها في لو شغال ما بقعدش اقول له خلي بعينها لأنا بقوم لعب عن طب عايز تخلي بعينها بواحد. هو خليها بصفر سهلة. اندي اي حاجة مع الصفر هتطلع. لكن عشان تخليها بواحد فهي. هعمل مع صفر 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 عشان احافظ على دول زي ما هم. لكن دي هعملها بواحد واحد واحد. فلما اعمل طبعا واحد مع اي حاجة موجودة هتبقى بواحد. وصفر بما اور مع اي حاجة هتنزح زي معينة. فدي اسمها لو انت عايز تعمل معينة في الامتحان كده. يعني ما اجيبش اقول لك اعمل لانت. باجي اقول لك اعمل لايه? ليه? الابر مثلا. او ماسكنج للبيت رقم خمسة وستة في الريشوسة. فدي عشان تعمل ماسكنج هتعمل ايه? بغشيش يا كواب. بتعمل ايه? عشان تعمل سيتنج البيتس معينة هتعمل ايه? فهمت الاسئلة بتجي عليها ازاي? مش هجيبها بقى طبعا ما انت عارفتها. اكسور الايه والبي اكسور ايه الاكسور? هو بيعمل اكسور خلاص ما بين الايه والبي ويحط الناتج في الايه. طبعا طالما انت شغال ايفن هو تو ابران. يعني انا عشان اعمل اكسور هنا هم كم خانة? هم خانتين? وبالتالي فالاكسور عكسها الاكسور. يعني انت لو عايز تعمل اكسور اكسور. يبقى انت هتعمل الاول وبعد كده تاخد الايه وتعمل لها? اللي هو الامر اللي كان اسمه نط او الفاتت تعمل لها سوري تعمل لها يعني تاكس الامر ده لسه هقوله اصحي. الامر اللي اسمه نط. طبعا. اخر امر ده اللي هو اللي اسمه نط. وده بياخد اوبراند واحد زي النيجاتف والانكريمنت والديكريمنت. هو بيعمل ايه بقى? يعني الايه دي يجيب لها وحط الناتج في الايه? ايه الحلوة دي ده? ما فيش فيها اي مشكلة. اخر بقى تمن اوامر هتتاخدوا على السريع كده مش هتحس بحاجة مش تحس بحاجة. في مشكلة في الفاهم الكلام ده? فاهمه? ولا في مشكلة في الفاهم? المذاكرة دي بعدين بقى بقى اشوف الفيديو ست مرات كده هتلاقيك ايه? اموال انا بسيبكوا تسجلوا ليه? سريعا كده امر اسمه تست? امر اسمه تست? شبه الكمبير. هو الكمبير كان بيعمل ايه? بيطرح الايه ناصي البي والناتج بيعمل في ايه? طيب هو ده بيعمل ايه? اند مع البي. بس الناتج ما بيتخزنش. ما الناتج بيعمل ايه? بيأثر في الفلاكس. طب انت هتعمل ايه بعد كده? روح شوف تشيك على الفلاكس. يعني انت عايز تعمل تشوف الاتنين اندج مع بعض. عشان تشوف الاتنين موجودين ولا? زمان لما كنت اجأ شايك على الرقم ده. عايز تعرف الرقمين المتساوين مع بعض تعمل ايه? تترحم وتشايك على الكاري. او اكسور وتشايك على الزد. صح كده? ما لو الرقم ده شبه ده. لما اجأ اعمل اكسور. هيطلع بكام? بصفر. يبقى تشايك على الزد. او تترحم وتشايك على الكاري. ما لما اطرح ده ناقص ده. تمام كده? الكاري هيقول لك انت اكبر ولا اصغر ولا على حسب اللي تسيب كاري. والزد معاك برضو لو هتطلع لان الطرح هيخلي لك الناتج بصخار. فبرضو الزد يتطلع بكام? بواحد. اوامر بقى سريعة. اوامر الشفتنج الشفت. هكتبهم بقى مرة واحدة عشان ايه? ما تحسش بحد. اوامر الشفتنج 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 الشف الشفت. الشفت بيعمل ايه? بيشفت شمال. كم خانة? على حسب البيتس اللي انت حطيتها ايه? يعني لو قلت له للأ مثلا اكس او خليها العشان تبقى بسيطة. وثلاثة. فدي معناها تشفت الريجستر اللي اسمه الال تلت خانات شمال. طب التلت خانات شمال دول هيحصلوا ايه? قالوا والله كل بيتة هتتشفت هتروح تتخزن في الكاري. طب البت اللي بعديها هتتشفت تتخزن في الكاري وكمية الكاري. طب الخانة اللي بعديها هتتشفت وتتحط في الكاري. طب التلت خانات اللي فرضيهم دول هنعمل فيهم ايه? الصفات. يعني لو كانت اللي فيها تسعين او خليها بقى حاجات كتيرة سبعة وتسعين تكسى وجيت قلت له للاتلاتة. طيب عل. واحد 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 زيرو والتسعة الليها واحد زيرو زيرو واحد. هتشفت كم خانة? اربعة. يبقى لما اجا شفت دي هتطير وتتخزن في الكاري. وبعد كده دي هتطير تتخزن في الكاري. فدي? فدي. يبقى اخر واحد هتتخزن في الكاري هي مين? يبقى دي. يبقى الامر ده نتيجة للتنفيذ هتبقى سيب واحد. وبعد كده دي هتبقى زير واحد واحد واحد. وهنحط اربعة صفار ودي تبقى القيمة الجديدة بتاعت الال بعد الشفت. القيمة الجديدة لالالالال بعد الشفت. هتعمل ايه? لو ده الرجيستر هيتشفت يمينة. فالبت دي هتلف وتتخزن في الكاري. واحد اتنين تلاتة بغض النظر عن عدد البيتس والبقى نكمله بايه? بصفار. بصفار بقى هتتضفن. هو قواعد المروسسور قالت انها شبه الشفت يعني الاتنين دول شبه بقى. الشفت الارثماتيك رايت الشفتة الارثماتيك هيشفت هيشفت دي ودي تجي تتخزن هنا بس مش هيكمل بصفا هيكمل بإيه؟ بالساين اكستين يعني يعني على حسب آخر بيت موجود يعني لو خدنا الأمر دو ولنا له الارثماتيك رايت للال واربعة هي الال فيها واحد 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 زيرو واحد زيرو 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 هتشافت يمين كم خانة؟ أربعة يبقى دي هتخرج 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 يبقى دي هتبقى واحد زيرو زيرو واحد والكارب صفر آخر بيت عندك بكام؟ يبقى دي هتبقى واحد 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 ويبقى دي الكيمة الجديدة بتاعت الايه؟ شفت أرثماتي يبقى دول أوامر مين؟ آخر أربع أوامر شباههم مش أقول حاجة اسمها الروتيت بس، الروتيت الاند هو بيعمل اند ما بين كمتين وبعض ايوة ما انا في الحالة دي الاند دي هتأثر في مين؟ هتأثر في الزب 3 ما هو لو الاثنين دول شبه بعض أو واحد فيهم صفر والتاني مش بصفر فانا عايز اعرف ده في صفر ولا لا؟ يعني لو عندك وعايز تعرف انك وصلت لصفر هتعمل في ايه؟ اند مع نفسه صحة كده؟ او اند مع حاجة بس عشان الناتج انت مش عايزه فخلاص بقى او عامل تست اعمل ده مع نفسه عشان كده الامر اسمه ايه؟ تست ان انا بشيك على الداة اللي انا مش عارف هذه آخر بقى اربع أوامر عشان كده بقى خلصنا في مشكلة في الشفت دي شفت اللي جاي بقى اسمه روتيت اكتبهم فوق بقى عشان ما تزعلش زي ما في شفت لفت في روتيت لفت وفي روتيت رايد وفي روتيت كاري لفت وروتيت كاري لفت وروتيت كاري لفت اي يا روتيت يعني ايه انت مش هتفكي الدات انت هتدوره يعني انا هعمل شفت ده شمال البيت اللي هتطلع شمال دي هتروح تتخزن في الكارب وهي نفسها اللي هتلف تاني مش شفت شفت بكمل بصفاة لان فيه اماكن فضية ده بعمله روتيت طب الروتيت يبقى ده هيشفت يميه ودي هترجع هتلف هنا وتتخزن في الكارب روتيت كاري ليفت يبقى ده هيتحرك ليفت اخر بيت دي مش هتلف هتتخزن في الكاري والكاري هو اللي هيلف بيسموها روتيت كاري ليفت او روتيت ليفت سرو كاري انك انت هتعمل روتيت بس الكاري هيخش بقى اللي يلف معك ودي روتيت كاري ليفت ان انا هشفت يمين فالبيت دي هتلف تروح تتخزن في الكاري والكاري هو اللي تزقي يتحط هنا ده شفت ريت بشفت الداتا فمزنوق في الباقي فبكمله يا اما صفار يا اما صين اكستيند يا اما لوجيك او اريسماتي اريسماتيك يعني طبقا العملية الحسابية يبقى الصين يبقى بشوف الصين بتاعك لكن دي روتيت الداتا هتلف في اما تلف في الداتا بدون ما تستخدم الكاري في الحالة دي البت اللي هتلف هتستخدم حط في الكاري او انك انت هتعمل روتيت روتيت وكاري هخش معك فين في الحسابات طبعا دي بقى اللعبة فيها بقى مش فيها لعبة ولا حاجة انا بس هتدي لك الرجسر اللي اسمه الايه واتدي لك عدد البيتس واقول لك شفت ريت وشفت ليفت فانت تبقى قعد مش عارف اليمين اليمين من الشمال هي دي ليفت والله ريت فانت هتبقى قعد مش ايه مش عارف ايدك اليمين من الشمال بعد لو جبت لك دول تمن اوامر لو جبت لك عليهم جدول كده وكل واحدة فيها داتا شكله وشفت ريت وليفت فالمهم فيه شفت شفت هو هيشفت الباقي بصفار يا ساين انكستين الروتيت هتلف والدور بس هتلف والدور هيتكاري معاك ولا من غير تكاري هو ده بس لفت له لو انت حابب تصبط له كده الحمدلله خلصنا الشابتر ده مرة جاء ان شاء الله نبدأ في الشابتر الجديد هكمل بس بعض الانستراكشن والمعادية بقى ان شاء الله ناخد الامبوت اوبوت انتاكشن اه ساعات في بعض الاحيان بقى عايزة شفت الداتا الهير يعني ايه لو انت بتستقبل داتا داتا يعني انا هديها بمثال كده بس يعني ايه عشان تتهموها انت اعصلك الفرق بين الروتيت هو هنا الروتيت طالما هتدخل معاك الكاري يبقى دي كانت عملية حسابية قبل كده تمت وانت ما انتش عارف الكاري ده هيبقى قيمته بكاري او عايز تدخل معاك الكاري في الحسابات بتاعتك في عملية الروتيتشن يعني انت لو جمعت رقمين قبل كده في كاري ما اعرفش ما او ممكن يبقى الكاري بواحد او بصفر على حسب طيمة الرقمين ايه بس الكاري ده هيخش معايا في الحسابة اللي بعدين فانا بقوم واخد الناتج الريزلت وعمل له مثلا شفت ليفت باستخدام الكاري او لما تكون عايز تضعف الرقم تضربه في اثنين لو انت عايز تضرب في اثنين او اربعة او تمانية او ستاشر او هكذا المعروف انك انت ممكن بدل ما تستخدم امر الضرب فانت تعمل شفت فانت لو عملت شفت ليفت فانت بتضرب في اثنين ولو عملت شفت ريت فانت بتقسم على بس ممكن تكون الاسمة الاسمة على اثنين طلعت لك واحد كاري تسعة وتسعين او خلينا مثلا تمانين هيكساد اسم والكاري في الحالة دي ما عرفش لان كانت لوك ويمة قديمة فالكاري ما عرفش مش عارف حل ماشي فلما تيجي تقول له شفت 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 ليفت مثلا ليه دي فعشان تعمل شفت ليفت او روتيت ليفت او روتيت ريت هو طفر يعني لو قلت له روتيت فالتمانين دي اللي هي واحد زيرو 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 فلو انت هتعمل روتيت فانت هتشفت دي خانة فالطبيعي دي هتبقى واحد زيرو 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 والبت دي هتلف صح كده؟ طب الكاري الكاري لو دخل معايا يبقى دي بقت اكس صح كده؟ لو الكاري دخل معايا يبقى دي بقت اكس طب تمتها بكاما؟ ده خلي بالك دي بقت واحد اثنين اربعة دي بقت اربعين هكسا دي سفر بقت اربعين هكسا دي سفر لو فرضنا ان دي صفر التمانين دي لما شفتها يمين بقت اربعين؟ انت كده اسمت على كاما؟ على اثنين بس الاربعين اللي انت كنت متوقع تقسم على اثنين نتيجة للروتيت ده دي كانت بواحد في العملية اللي فت ده مش بقت بقى باربعين ده بقت واحد واحد اللي هي بقت يعني انت بدل ما بتقسم على اثنين ده انت زودت كمان واحد في الخانة يبقى انا في الحالة دي قد اكون مش محتاج خانة مين؟ الكاري مش محتاج الخاري خلاص يبقى انت بعد ما تاخد دي شيل الكاري شيل الكاري ازاي او قبل ما تبدأ العملية في بعض الاوامر بتعمل للكاري يصفر الكاري وفي بعض العمليات بتبقى انت محتاج الكاري ما له يخش مع اصلي كانت فيها عملية صابقة قبل كده فانا عايز اعرف هي هتبقى شغالة معا ولا غالبا بتبقى في ايه بقى بتبقى عايز تعمل سواب لو عايز تخلي الهير لور واللور هير شفت ما تنفعش فتضطر تعمل ايه شفت اربع مرات فدي ما له هتتحرك ايه لان كتير جدا وانت شغال في البرمجيات بتبقى الداة جاية من مختلفة دي اربعة بيت واربعة بيت انا عايز دول واحدهم او دول واحد او الداة اللي انا جايبها هحط دي في الهير وحط دي في اللور عشان اخرجهم او اعكسهم فهتلاقي الروتيت دي شغالة معاك دايما لو انت شغال لو ليفل حد عنده استثارة يا جماعة اشوفكم ان شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله